خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجري ستنطلق عمليات التسجيل في صيغة السكن الترقوي المدعم أو ما يعرف بسكنات الـ LPR وحسب ما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن وزارة السكن وضعت العديد من الشروط والضوابط لهذه الصيغة أبرزها قيمة الشقة لم تحدد بعد ولكنها ستكون حسب سعر المتر المربع بالولايات أي السعر لن يكون موحد بل يختلف من ولاية إلى أخرى تحديد قيمة الشطر الأول الذي يتراوح بين 20 و25% من إجمالي تكلفة الشقة إطلاق المشاريع على مستوى أربعين ولاية بمعدل ألف إلى ألف وخمسمائة وحدة سكنية بكل ولاية في حين سيتم إطلاق ألف وحدة سكنية في العاصمة بالنظر للكثافة السكنية وحجم الطلب على السكن يستفيد المكتب من دعم الدولة بـ 70 مليون سنتيم التي سيدفعها الصندوق الوطني للسكن أما الباقي سيدفعه المستفيد أقصاطا بالتنسيق بينه وبين المقاوي لصاحب المشروع إذن وبعد أسبوع من الآن سيجد الوزير تمار نفسه أمام ثلاث تحديات بدلا من إثنين وهم استكمال برنامج عدل واحد واثنين وبرنامج الترقوي العمومي وكذا برنامج الترقوي المدعم